موسيقى بالله الرحمن الرحيم يعطيكم العافية جماعة أهلا وسهلا بكم ببداية شرح مهاضرات الجنيرال باثولوجي من اسمها جنيرال يعني إيش علم عام أنا ما رح أتكلم في هاي المادة كلها في الجنيرال باثولوجي عن أمراض سبيسيفك مثلا الأمراض تصيب فقط الجهاز التنفسي أمراض فقط تصيب الجهاز الهضمي هذا كله نحكي إن شاء الله في السيستيمات لما أصير أحكي عن سبيسيفك باثولوجي لسيستيم معين هون في هاي المادة أنا بدي أحكي عن المبادئ الأساسية لعلم الأمراض باثولوجي يعني علم فهي علم دراسة الأمراض في هاي المادة الجنيرال باثولوجي نتعرف على أساسيات علم الأمراض كيف بعض الأمراض من الأساس أصلا بتصير تمام مجموعة من الشابتر تقريبا هم أربعة شابتر مأخذات من كتاب روبينز باثولوجي منهم شابترين رح يكونوا في المد على مجموعة محاضرات ومنهم شابترين في الفاينل اليوم إن شاء الله رح نبدأ باستجابات الخلايا لمجموعة من الظروف اللي ممكن تنهط فيها الآن إحنا بنعرف كإنسان إحنا مكونين من العديد من السيستمز أجهزة جهاز تنفسي جهاز هضمي إلى آخره وكل جهاز من هذه الأجهزة التنفسي أو هضمي أو غيره يتكون من مجموعة من الأعضاء فأنا بحكي مثلا الجهاز الهضمي يتكون من الكبد الأمعاء إلى آخره مضبوط وكل عضو يتكون من مجموعة من الأنسجة وكل نسيج يتكون من مجموعة من الخلايا الآن دورنا في هذه المحاضرة في البداية نحكي عن كل خلية إيش في ممكن ظروف مخيطة بيها تأثر عليها وكيف ممكن تستجيب لهذه الظروف الآن أنت لنظهر أنك وجدت نفسك قبل الامتحان بأسبوع مش متمكن من المادة هون أنت نحطيت في ظرف صعب مضبوط ولا لا كيف رح تتكيف رح تزيد عدد ساعات دراستك رح تقلل عدد ساعات نومك وهكذا بنفس الطريقة الخلية بدها تستجيب فبقدر أقول لك أنه cellular responses أو cellular response to stress النورمال سنة الخلية الطبيعية بدها special condition بدها بيئة خاصة بها محيطة بها عشان تقدر تشتغل بشكل كويس كل خلية في جسمك بدها ظروف محيطة بها ملائمة عشان تقدر تقوم بوظيفتها اللي رب العالمين خلقها عشانها كل خلية في جسمك هذا الكلام الآن الخلايا بتحاولها try to adapt to the surrounding stimuli أو changes أي تغير أو محفز محيطة بالخلية الآن هذه الخلية بتتحاولها تتحاول تتكيف معه بحيث أنها تظلها على قيد الحياة هي ما رح تستسلم من أول ظرف وإنما رح تحاول مرة ومرتين وثلاث لحد ما بالنهاية يا إما تنجح يا إما تفشل وهس رح نفهم شو يعني تنجح وشو يعني تفشل فالnormal condition أو standard environment البيئة المثلة المحيطة بالخلية شو رح أسميها من أيام الجنرال فيسيولوجي أنتو بتعرفوها الhomeyo stasis هوميو من كلمة الhome أو الenvironment وستasis انو stable أو standing still أو fixed يعني وضعية الثبات يعني هوميو stasis الحفاظ على الظروف الطبيعية المثلة حوالين الخلية عشان تقدر تعيش وتقوم بوظيفتها اللي رب العالمين خلقها عشانها things that might change around us in شو هي الظروف اللي محيطة بهاي الخلية مثلا والله زي الرقم الهايدروجيني البي اتش زي التمبرتشر الحرارة زي الالكترولايت لبلز من مثلا الالكترولايت المقصد فيها زي السوديوم تمام زي الكلورايت الى اخره الالكلوكوز وهكذا هاي يكون لاياتها بسميها ظروف محيطة بالخلية قد تتغير الان الخلية اذا تغيرت هاي الظروف شو بدها تعمل مباشرة بتحاول تعمل adaptation شو يعني بتحاول تتكيف فاذا النورمال سل تعيش في وضعية الثبات الهوميوستيسس اذا صار عليها stress اذا صار عليها ضغط تغيرت البيئة المحيطة بيها pH أو temperature أو غيره بتحاول انها تتكيف الآن اما انها بتنجح وخلاص ترجع لوضعية النورمال والهوميوستيسس أو مثلا ان الظرف اختفى كان مؤقت وراح وبالتالي رجعت للنورمال للظروف الطبيعية أو انها طلعوا inability to adapt فشلت في التكيف اذا فشلت انها تتكيف شو رح يصير رح تنجرح فالانسان اللي قبل الامتحان بأسبوع شاف حانه مش متمكن من المادة رح يحاول اللي شدحي له يا بنجح وبتخطى الامتحان يا اما بفشل واذا فشل اعرف انه تعرض لانجوري مظبوط ولا لا وهكذا الخلية رح تتعرض الى انجوري اذا فشلت في التكيف فاذا ما هي لو سألتك ما هي استجابة الخلايا للظروف التي قد انها تتعرض الها اولا التكيف الادابتيشن هذا اول احتمال الاحتمال الثاني انها تنجرح لما ما قدرت تتكيف او مثلا كان الظرف اللي تعرضت له كثير سيفير شو يعني كثير قوي اللي تعرضت له الظرف اللي تعرضت له كان كثير صعب عليها حتى ما فيش مجال للتكيف وبالتالي مباشرة بتلاقيها انجرحت او الاحتمال الثالث وهذا رح نحكي عنه في المحاضرات القادمة الى قدام وهو التراكمات داخل الخلايا انترا يعني داخل انترا داخل انترا سيليلر او تكلسات فاذا التراكمات الخلاوية والتكلسات هي احد الاستجابات الخلاوية لا اشياء ممكن تتعرض الها او ظروف تتغير من حواليها ايضا في عنا كمان استجابة وهي السليلر ايجنج يعني الان اذا الخلية تعرضت لظروف صعبة معينة الان هون انت بتفهم ان خلية ممكن زي كأنه كبر عمرها كل خلية في جسمك لها عمر افتراضي مزبوط ولا لا فانت لما تخطها بظروف صعبة اعرف انه عمرها الافتراضي رح يصير اقل مزبوط ولا لا الانسان اللي عنده امراض مش زي الانسان اللي صحته كلياتها تمام الانسان مثلا اللي معاه عسبه المثال سكري او ضغط بتلاقيه معرض الى العديد من المضاعفات من تصله بالشرائيين وغيره صح ولا لا اذا صارت عنده هاي الامراض اعرف انه عمره المتوقع رح يقل مع انه احنا عارفين انه الاعمار بيدرب بالعالمين مزبوط ولا لا طي فاذا هاي الاربع احتمالات احنا اليوم رح نتكلم عن الاحتمال الاول وهو الادابتيشن الان الخلية تتكيف بواحدة من اربع طرق اما انها بتلاقيها ضخمة هايبر تروفي او هايبر بليجيا وهدول هايبر تروفي الخلية زاد حجم ها اكتب هون فقط كلمة واحدة حجم هايبر بليجيا يعني الخلية صحيح انه او خلينا نقول النسيج كبر ولكن بسبب زيادة العدد فاذا هون العدد هون الحجم اي تروفي اي يعني نفي فشو معناته صار في ضمور هايبر تروفي عكس اي تروفي وفي عندنا كمان الميتابليجيا فهدول اوضح لنا في هذه المخاضرة لحد الان النورمال سيل تعيش في وضعية الثبات اذا تعرضت لسترس رح تحاول انها تتكيف بواحدة من اربع طرق نحفظهم الان وهس رح نوضحهم بالتفصيل هايبر تروفي هايبر بليجيا اي تروفي وميتابليجيا طيب الان اما انها بتتكيف وبتنجح وصلى الله وبرك او انها ما بتقدر تتكيف وبالتالي رح تتعرض الى انجوري او حتى مرات احتمال ثاني وهي انها تتعرض لا انجورس استيميولوس شو يعني اتعرضت لمحفز قوي جدا سيبير ادى الى انها تنجرح من البداية ما كان في مجال للتكيف بغض النظر اذا كان الاشي سيبير او الخلية ما قدرت تتكيف رح نوصل الى السل انجوري هذا السل انجوري اما انه بكون ريبيرزابل او بيكون الريبيرزابل شو يعني الان الخلية انجرحت يا اما هالجرح بيكون خلص عابر ريبيرزابل مؤقت بعدين الخلية اخرتها حتى لو انها تعرضت لانجوري اخرتها ترجع لوضعية الثبات والنورمل والهوميوستيس او انه بيكون الوضع سيفير سيء وبروغريسيف يعني متدهور لحد ما نوصل الى موت الخلية وفاة الخلية سلدث اتفقنا فاذا اما بيكون الشيء او خلينا نقول الانجوري بسيط مائلد مؤقت ترانزيانت مؤقت مائلد بسيط ترانزيانت مؤقت وبالتالي بيكون منسميه ريبيرزابل انجوري بعدين بيخلص الستيميولوس بيخلص الشيء اللي كان مؤثر على الخلية وبتلاقيها رجعت للهوميوستيس وحالة الطبيعة او انه بيكون سيفير يعني كثير سيء وبروغريسيف يعني هناك تدهور في الحالة الى الاسوأ وبالتالي رح نصل الى الريبيرزابل الريبيرزابل يعني لا عودة بعده في عودي بعد الموت يا جماعة الخير هل سمعتم ان رجلا عاد بعد وفاته لا فاذا الريبيرزابل انجوري والوفاء او وفات الخلية اما بتكون بنكروسز بس اعرفوا لي الاسم وابوبتوسز وهدو رح نحكى عنهم لقدام تمام بالمحاضرات الجاي بس اعرفوا الاسم ابوبتوسز او نكروسز واحدة من طرق وفات الخلية بنسميها ابوبتوسز والطريقة الثانية شو اسمها نكروسز طيب لحد الان اذا اعرفنا استجابات الخلية بواحدة من الاربع طرق او تتعرض لانجوري والانجوري اما بيكون ريفيرزابل او الريفيرزابل وبعدها الخلية خلاص بتموت فاذا هي بترجع الوضعية الطبيعة يا بتموت هذا بعد حدوث الانجوري قبل هذا هي بتحاول تعمل زبطت زبطت ما زبطت اش من روع الانجوري يا بيكون الانجوري كثير خفيف مائل ترانزينت وبالتالي ريفيرزابل او بيكون سيئ الريفيرزابل وبالتالي الخلية رح تموت اليوم شو بنا نحكي عن يش قلنا عن الادابتيشن فاذا الادابتيشن هي على اكيد اشي ريفيرزابل هذه الخلية اللي بيصر لهايبر تروفي ممكن ترجع للنورمال بسهولة هايبر بليزيا عادي اي تروفي عادي ميتابليزيا عادي فاذا هم وشمالهم ريفيرزابل ارجوكم اكتبوا لعندها سؤال متوقع مهمة جدا 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 هاي الكلمة السليولار ادابتيشن او الريفيرزابل السليولار انجوري واحد من خيارين يا ريفيرزابل يا الريفيرزابل بس الادابتيشن شو ماله دائما ريفيرزابل طيب اذا هي تغيرات اما بالحجم زي الهايبر تروفي او الاتروفي هايبر تروفي زيادة في الحجم اي تروفي نقصان في الحجم او تغير في العدد الهايبر بليزيا تغير في شكل او تغير في الميتابوليك اكتيبيتي او الفنكشن وهذا رح نحكي عنه في الميتابليزيا تمام فإذن حجم عدد أو شكل أو وكل ياتهم شو ما لهم هاي اللي بتهمني هذا شو استجابي لتغيرات بالإنفايرومنت الادابتيشن إما إنه وهذا رح نحكي عن كل واحدة فيهم عن الهايبر تروفي أو الهايبر بليزيا أو الاتروفي أو الاخره إما بيكون فيسيولوجيك يعني شيء طبيعي عادي أنا بدي يا يصير وي وانتو هابين يعني إشي بدي يا يصير إشي فيسيولوجيك أو بيكون جزء من مرض بيثولوجيك يعني والله الخلي يصابها هايبر تروفي كجزء من مرض أو بسبب مرض أو الشيء اللي أنا بدي يا يكون هايبر تروفي كجزء فيسيولوجيك أضروب لك مثال سريع وبسيط جدا عشان تفهم عليه شو يعني هايبر تروفي تضخم الآن لنفرض إنه سمعنا واحد راحة للجيم صار يتدرب وعلى مدار شهرين كل يوم يومين بتلاقي راحة للجيم وبدرب بجموعة من أعضلاته بعد فتر شو راح تلاقي عضلاته صار فيها انتفاخ هايبر تروفي بعضلاته صح ولا لا فهذا شو ماله إشي فيسيولوجيك بدي يا ولا ما بدي شي يا هل هو مرض اللي بروع الجيم وبضخم عضلاته لا فإذن هو شي فيسيولوجيك ولكن هناك بعض الأمثلة اللي هاس راح أحكي عنهم لقدام الهايبر تروفي نفسها بتكون جزء من مرض بثولوجيك مايو بس تسمع فيها ميو يعني مصل فهاي خلية عضلية طبيعية نورمت تمام؟ الآن تغيرت الظروف اللي حواليها صار في تغير بالبيعاتش بالتمبرتشر الى آخره بغض النظر صار في تغير بها الهوم يستسز اللي حواليها صعبها سترس انت عن الموضوع الآن هذا السترس إما إنها تتكيف صار أدابتيشن وهذا الأدابتيشن زي شو مثلا أحد طرق الأدابتيشن شو هو حكينا هايبر تروفي هايو واحد صار يتدرب بالجيم كل يوم مش هذا أنت هون حطيت ضغط على العضلة صح ضغطتها صح عملت عليها سترس آه طب كيف تكيفت لهذا السترس لقيتها زادت حجمها فإذن الهايبر تروفي أحد طرق تكيف الخلية للضغط الحاصل عليها وهو في هذه الحالة إنه زي ما راح تدرب بالجيم هايبر تروفي أدابتيد مايوسايد صابها هايبر تروفي أو إنها ممكن في بعض الأحيان إذا كان صار عليها استرس فضيع جدا استيميولاس عمللها إنجوري فإذن شو راح يصير عليها سيل إنجوري هذا السيل إنجوري إما إنه بيكون ريبيرزابل هايو صح صار في عليها تغيرات كثير زي ما أنتم شايفين بتحس العضلة مزعة بس ممكن ترجع للوضع الطبيعي أو إنها هاي الخلية العضلية ماتت سلدت وهذا شو بيكون الريبيرزابل زي ما قلنا إذا نياه بيصير أدابتيشن هاي هون أو بيصير شو إنجوري والإنجوري إما بيكون ريبيرزابل أو بيكون الريبيرزابل بس الأدابتيشن شو ما له دائما ريبيرزابل الله يرضى عليكم لا تخربطوا فيها هاي طيب الآن نبلش فيهم واحد واحد أولا الهايبرتروفي الهايبرتروفي شو حكيت لكم زيادة في الحجم هي طلعوا كيف عضلة زاد حجمها هيبرتروفي increase in cell size resulting in يعني مما ينتجوا هناك زيادة في حجم الخلية وبالتالي شو صار رح يصرف عندي زيادة في حجم النسيج وفي حجم العضو صح ولا لا كل خلية زاد حجمها وبالتالي بالمحصلة حجم النسيج رح يزيد صح ولا لا طيب هايبرتروفي كان هابن ألون أو ممكن يصير مع إشي ثاني الهايبرتروفي هاي اللي هو أول نوع من أنواع الادابتيشن يا بصير لحاله فقط يا بصير هايبرتروفي زائد هايبر بليتجي مع بعض إذن يا الهايبرتروفي بتصير لحالها يا بصير هايبرتروفي هايبر بليتجي مع بعض تمام متى بتصير الهايبرتروفي لحالها إذا أنت بتحكي عن non dividing cells خلايا غير قادرة على الانقسام هناك نوعان من الخلايا يا أعزائي إما إنها الخلية بتكون قادرة على الانقسام تمام زي خلايا مثلا الجلد خلايا الشعر لغض النظر هاي منسميها dividing cell أو بتكون غير قادرة على الانقسام يعني عدد الخلايا اللي خلقها رب العالمين إلنا من هذا النوع ما رح تتكاثر رح يظلوا العدد عندك شو بيموت منها مش رح تقدر تجدد منه non dividing cell زي cardiac myocyte زي skeletal muscles شو يعني cardiac myocyte يعني زي خلايا القلب الآن لا سمح الله لو واحد صار مع جلطة قلبية جلطة قلبية يعني هناك نقص في التروية هناك نقص في الدم الواصلي إلى عضلات القلب وبالتالي شمالها انحرمت من الدم شو رح يصير فيها اتعرضت لضغط شماله الضغط يعني في كثير يعني مش رح تقدر تتكيف مع هذا الضغط يعني رح يصير فيها احسنتوا انجوري وشو رح يكون الانجوري في الغالب الربير زبل ما هي جلطة يعني خلايا القلب عنده رح يتموت صح ولا لا طب هل بالمستقبل بتتوقعوا لو عاش واحد صابتوا جلطة وما مات منها كمل بعد شهر وطالع من المستشفى وصار يرجع روح على المسجد ويعمل خيرات في حياته وانتهى الموضوع يعني رجع على الأقل يكمل حياته هذا الشخص تتوقعوا عضلة القلب عنده رح تكون زي أول هل عدد خلايا القلب عنده زي أول لا ليش لأنهم عدد خلايا القلب مثلا كاردياك مايوسايت خلايا أو عدد خلايا عضلة القلب ثابتة لا تستطيع الانقسام نانديفايدين طيب إذا أنا بحكي عن نانديفايدين شو ممكن نصير فيها هل بصير فيها هايبر بليجيا طب نسأل حالنا سؤال هل احتمال حدوث هايبر بليجيا في النانديفايدين في الخلايا غير قابلة للانقسام وارد لا طبعا مش وارد ليش لأنه لما بحكي لك كلمة هايبر بليجيا شو قلنا زيادة في العدد شو يعني زيادة في العدد يعني الخلايا قاعدت تنقسم وتتكاثر طب ما أنا بقول لك اسمها نانديفايدين يعني خلية غير قابلة للانقسام لا تتكاثر فمعناته النانديفايدينك سيل مستحيل يصير فيها هايبر بليجيا بس ممكن يصير فيها هايبر تروفي تمام طيب إذا أنا بحكي عن النوع الثاني من الخلايا الديفايدينك سيل خلايا الجلد خلايا جي آي إلى آخره هذول قادرات على الانقسام فعادي بصير فيهم هايبر بليجيا وبصير هايبر تروفي بمعنى آخر الهايبر تروفي ممكن تصير بأي نوع من الخلايا ولكن الهايبر بليجيا لن تحدث إلا ب ديفايدينك سيل ما بتلاقي هايبر بليجيا بنانديفايدينك سيل اتفقنا اتفقنا الهايبر تروفي زيها زي أي نوع من الادابتيشن هكينا يا بيكون فيسيولوجيك أنا إشي بدي أو باثولوجيك فالهايبر تروفي يا فيسيولوجيك يا باثولوجيك طيب هايبر تروفي شو سببه طلعوا مهم جدا نسأل قطولي تحتي قط زيادة في الفونكشنال ديماند أو بنسميه الوركلود يعني زيادة بمتطلبات عاصلة على هذه الخلية الآن هاي الخلية مثلا إذا أفرض إنك الآن عشان تخيل الموضوع على نفسك قاعد في غرفتك وكتدرس درجة الحرارة بدها إياك إنت بدك إياها حواليك خلينا نقول 24 بدك مثلا وجبه صغير تكون عندك وبدك قنينة ماء انتهى الموضوع الآن أنا إذا صرت كالتالي أسوي معك ضيقت الغرفة عليك طفيت لك الكونديشن شو حطيت عليك؟ سترس هون متطلباتك رح تصير أكثر رح تصير تقول بدي شوية مية زيادة صح ولا لا فإذا حطيت عليك أو خليتك تطلب ديماند أكثر خليت متطلباتك أكثر ديماند يعني متطلبات فإذا الهاي بارترو فيه سببه زيادة المتطلبات أنا شو عملت على العذرة لما ظليت لما رحت على الجم ظليت أتدرب 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 انقباض انبساط انقباض انبساط لهذه العضلة هون العضلة شو رح تفهم أو شو رح تحس العضلة نفسها انقباض انبساط معناته أنا بشتغل كثير بشتغل كثير بدي أكل كثير للآخر يعني خليت العضلة تطلب أكثر خليت العضلة تطلب أكثر لأنه أنا بالأول أصلا حرامتها وحطيت عليها ضغط زيادة صح ولا لا فإذا أنا حرامت العضلة وحطيت عليها ضغط زيادة عرضتها لظروف صعبة شو بتتحاول تعمل؟ تتعمل adaptation ما هي طريقة الادابتيشن في هذه الحالة؟ hyper trophy أو سبب ثاني إذن السبب الأول زيادة functional demand السبب الآخر للhypertrophy هو هرمونات أو growth factor ما هو اللي بيربي عضلات بالجيم يا إما أنه والله عن جد بتدرب كويس وبالتالي هو عنده increased functional demand أو أنه باخذ هرمونات أو growth factor عوامل ممو صح ولا لا؟ طيب هيك أنتوا حفظوها ذكروها سهل ميك ينزل increased production of cellular structural proteins أو أيضا أو حتى الorganils الorganils اللي هن العضيات داخل الخلية مثلا زي mitochondria زي الريبوسومز إلى آخرهين فإذن في عنا زيادة ببناء البروتينات والorganils وبالتالي الخلية بتلاقيها كبرت بالحجم مش منطق أجي أقول لك الخلية بتكبر بالحجم بس عدد العضيات أو خلينا نقول حجم العضيات داخلها صغير لا رح يصير في زيادة بالبروتينات داخل الخلية structural protein البروتينات التركيبية في هذه الخلية رح تلاقيها زادت أيضا الأعضاء أو خلينا نقول العضيات داخل الخلية رح تلاقيهم زادوا وبالتالي بالمحصلة الخلية زادت حجمها لما تكبر الخلية هاي الخلية كبر حجمها وهاي الخلية كبر حجمها وهاي الخلية كبر حجمها وهاي الخلية كبر حجمها وبالتالي النسيج نفسه رح تلاقيه كبر في الحجم طبعا هون لازم نتذكر هاي الملاخظة وكتبوني عندها مهمة جدا ممكن تيجي سؤال في الانتحان There is a limit for hypertrophy ما في واحد رح يضخم عضلاته إلى المالة نهاية في حد رح يوصله صح؟ فإذا فيه limit في حد للhypertrophy طبعا المستكمن للhypertrophy حكينا سببين صح؟ شو هم أسباب الhypertrophy؟ واحد زيادة functional demand اثنين الهرمون أو الـ growth factor طب أيها اللي أكثر فيهم شيوعا اللي هو زيادة الـ workload زيادة الـ functional demand اللي هو عند جماعة الـ bodybuilder أو اللي بيشتغلوه أو خلينا نقول بيروخوا على الجن Subcellular organelle may undergo selective hypertrophy شو بدأ أوضح شو معناها؟ Selective يعني اختيار الآن هناك احتمال وارد هذا في بعض الأحيان زي مثلا لما أعطي أدوية تسبب hypertrophy بعضية أو خلينا نقول بجزء معين من الخلية يعني مش كل الخلية كبير حجمها عضية واحدة زي مثلا أعطي دواء يزيد من الـ endoplasmic reticulum أو smooth endoplasmic reticulum احنا بنعرف عضيات الخلية ميتو كوندريا رايبوسوم الشبكة الـ endoplasmic reticulum ورف endoplasmic reticulum وهكذا صح؟ طيب لـ smooth endoplasmic reticulum ممكن نفسها هيها أحد أجزاء الخلية أحد أجزاء الخلية ممكن يصير فيهايبرتروفي بسبب بعض الأدوية هذا شو بسميه؟ Selective hypertrophy إذن إذا جاك سؤال بالامتحان ما هو Selective hypertrophy؟ بتقول هو نفسه لما صب سلولر أورغانيل ألاقيها صار فيها هيبرتروفي أعطني مثالا يا دكتور الدواء معين دواء يعني دواء دواء يسبب smooth endoplasmic reticulum هيبرتروفي طيب إذن أنا حكيت لك أنه الهايبرتروفي هو أحد أنواع سلولر أدابتيشن قد يكون فسيولوجيك قد يكون باثولوجيك أعطيني مثال على فسيولوجيك يا دكتور أثماء الحمل هذه مثالين مش بس مثال واحد جماعة الجيم هذا يعتبر فسيولوجيك أثناء الحمل بتلاقي اليوتيروس الرحم حسن هو كان حجم طبيعي طلعوا قديش هذا حجم الطبيعي بس لما يكون في بيبي جو الرحم أثناء الحمل تلاقي اليوتيروس طلعوا قديش صار حجم هذا اليوتيروس فإذن اليوتيروس ماشي أثناء الحمل أثناء البريغنانسي الحمل ممكن يصير فيه فسيولوجيك هايبرتروفي إذن أعطيني مثالين على فسيولوجيك هايبرتروفي هتقول لي رقم واحد جماعة البادي بيلدينج اثنين اثناء الحمل اليوتيروس بتلاقيه صار في هايبرتروفي يوتيروس او يوتيراين هايبرتروفي اثناء البريغمانسي طبع أعطيني مثال على باثولوجيك هايبرتروفي اعتلال عضلة القلب بالتضخم هايبرتروفي في الليفت فنتريكل دقيقة شوي هسة الآن احنا بنعرف القلب يتكون من اربعة حجرات صح هذا من الاناتومي من الجنرال الاناتومي رايت أتريام رايت فنتريكل ليفت أتريام ليفت فنتريكل اربعة غرف صح ولا لا طيب الآن مين اللي بيضخ في الأورتة الليفت فنتريكل يعني إذا بدتتخيل القلب أنا الليفت فنتريكل بيضخ الدم في الشريان الأبهر في الأورتة عشان يوزع كل الجسم طب نفرض إنه واحد مع هايبر تنشن شو يعني هايبر تنشن يعني ارتفاع في ضغط الدم ارتفاع في ضغط الدم الناس اللي محهم ارتفاع في ضغط الدم معناته القلب بدي يبذل جهد أكثر أها شو معناته في ووركلود أكثر بذل جهد أكثر يعرف أنه عضلة القلب رح يصير فيها تضخم وهذا الشيء مرض ما هو ناتج عن شو عن هايبرتنشن فإذا ناتج عن مرض باثولوجي تمام باثولوجي يا جماعة الخير إذا المثال على باثولوجيك هايبرتروفي هو الليفت فينتريكل هايبرتروفي الناتج عن ارتفاع ضغط الدم خلصنا هيك من الهايبرتروفي نيجي إلى النوع الثاني من الادابتيشن وهو الهايبربليجيا حكيا الهايبربليجيا زيادة في العدد increase number of cells resulting in أو من ما ينتج عنه زيادة في الأورغان أو التشو إذن الهايبرتروفي أو الهايبربليجيا شو محصلتهم؟ أحسنتوا زيادة في الماس أو في الأورغان أو التشو ولكن شو الفرق بينهم؟ لما أقول لك هايبرتروفي هو معناه زيادة في الحجم لما أقول لك هايبربليجيا هو زيادة في العدد الملاحظة الهمة جداً takes place يعني happen takes place يعني happen تحدث فيه الخلايا القادرة على الانقسام حكينا الهايبربليجيا فقط في الخلايا القادرة على الانقسام الهايبرتروفي عادي الخلايا القادرة على الانقسام والخلايا غير القادرة على الانقسام طيب الميكانيزم أكينا بالهايبر تروفي الميكانيزم هي إيش أو سببها زيادة في الفنكشنال ديماند أو الوركلود بسبب زيادة السلولار ستركتور البروتين والأوردينالز بينما في الهايبر بيزجيا يعني الخلايا الناضجة عشان تصير ناضجة هي رح يصير فيها إيش اسمه بروليفاريشن شو يعني بروليفاريشن؟ هو زيادة كبيرة في عدد الخلايا بسبب الـ Growth Factor إذن الـ Growth Factor ممكن يعمل هايبر تروفي وممكن يعمل هايبر بيزجيا تمام؟ Growth Factor Driven أي أن الـ Growth Factor هو من سبب البروليفاريشن في المعتورسل طيب In some cases by increased output إذن في بعض الحالات الهايبر بيزجيا ليش تصير؟ بسبب زيادة أو بسبب إنتاج نيو سلز من التشوستمسل إذن شو يعني استمسل؟ هي خلايا اسمها بالعربي الخلايا الجذعية هاي الخلايا الجذعية بتصير لها تمايز يعني لازم تصير نوع معين من الأنسجة صح؟ بتصير نيو سل آها بس لما تصير نيو سل مش خلية واحدة مجموعة من الخلايا كيف صارت مجموعة من الخلايا؟ بالانقسام فإذن صار في هايبر إبليزيا وأكيد استمسل أو الخلايا الجذعية capable of dividing قادر على الانقسام طيب إحنا بنعرف زي الهايبر إبليزيا زيها زي الهايبر اتروفي زيها زي الادابتاشن كلها يا بتكون فيسيولوجيك يا بتكون باثولوجيك الفيسيولوجيك الهايبر إبليزيا هي إما بتكون بسبب هرمونز أو بنسميها كومبنساتوري كومبنسيشن يعني تكيفي ماشي تكيفي كوم أو كتعويض إذن إما تعويض أو بسبب هرمونات الفيسيولوجيك الهايبر إبليزيا الهايبر إبليزيا العادي اللي أنا بديها يصير الطبيعي إما أنه زي ما إحنا شايفين هون بسبب هرمونز مثال أعطيني يا دكتور هرمونات قد تسبب هايبر إبليزيا في أحد أعضاء الجسم أثناء الإرضاع أو أثناء فترة البلوغ الفيميل بريست بصير في زيادة في الحجم للعضو كامل للبريست كامل بسبب زيادة عدد الخلايا ركزوا الفيميل بريست بصير في هايبر إبليزيا يعني زيادة في عدد الخلايا بسبب تغيرات هرمونية تمام إذن أثناء الإرضاع والبلوغ البابيرتي بصير في فيميل بريست فيسيولوجيك الهايبر إبليزيا ناتج عن هرمونز هرمون الفيسيولوجيك الهايبر إبليزيا طيب كومبنساتوري أو فيسيولوجيكل كومبنساتوري هايبر بليجيا هذا في حالات البارشيا الليبر ريسكشن هسا في بعض الناس بصير عندهم سرطان في الكبد مثلا نيجي نستأصل جزء من الكبد استأصال جزء من الكبد طبيا ما بيخوف ليش لانه الليبر او الكبد قادر على انه يعمل هايبر بليجيا ويعوض هذا الجزء المفقود اذا تعويض كومبنساتوري تعويض صار في عنا هايبر بليجيا كتعويض عن جزء تم اقتصاصه مين اللي قادر على هيك مين العضو الوحيد في جسم الإنسان القادر على الكمبنساتور هايبر بليجيا هو الليبر طيب هذا الشيء الطبيعي واللي انا اصلا بديها يصير طب متى هناك امراض قد تسبب هايبر بليجيا باثولوجيكل هايبر بليجيا هذا بصير اما عند الاناث في الرحم الاندومتريوم عند الاناث او البروستات او البروستيت عند الذكور اذا بروستيت هايبر بليجيا او اندومتريوم هايبر بليجيا هذول شمالهم باثولوجيكل هذول بيكونوا بسبب هرمونز يعني في خربطة بالهرمونات ادت الى زيادة في عدد ركزه في عدد الخلايا في الاندومتريوم اللي هي بطانة الرحم الآن زيادة زيادة عدد الخلايا في بطانة الرحم هذا يعتبر شيء خطير لانه مؤشر على بداية سرطان لا سمح الله في الرحم عند الاناث تمام فاذا هو جزء من مرض اذا الهايبر بليجيا او الاندومتريوم ايش بيخوف اه مرض الهايبر بليجيا لالبروستيت عند الذكور بيخوف اه ايضا البابلوما فيروس شو البابلوما فيروس هذا عبارة عن فيروس يصيب الجلد ويسبب مرضا يسمى الوورت الثالول بتعرفوا الثالول او الثوالين سكن وورت هذا بتطلاقي هيك زي يعني نموات بسيطة هيك على الجلد نمو بسيط هذا النمو من اللي سببه فيروس عمل باثولوجي كالهايبر بليجيا اذا فيروس عمل انفكشن عمل باثولوجي كالهايبر بليجيا اذا مرض شو اسم هذا المرض السكن وورت اللي هو وهي ركزولي عليها وخطوا عندها سؤال متوقع ولا قدامها سوف تركيها بشي ثاني بس ركزوا معاي فيها أي أن الباثولوجيك الهايبر بليزيا زي ما حكيت لكم إذا زادت عدد خلايا بطانة الرحم مثلا عند النساء أو لبروستين عند الرجال هذا شيء قد يدل على شو مؤشر على بداية حدوث سرطان فإذا هو يعتبر تربة خصيبة لحدوث ماليقننسي شو يعني ماليقننسي؟ سرطان خبيث فإذا الهايبر تروفي بتخوف؟ لا عادي سواء كانت فيسيولوجيك أو باثولوجيك هل بتتحولها سرطان؟ لا بس الباثولوجيك هايبر بليزيا آه ممكن يصير عنها أو ينتج عنها بالآخر ماليقننسي أو سرطان الآن نيجي إلى الأيتروفي الأيتروفي اللي هو الضمور بالعربي reduced size of tissue أو الأورغان بسبب loss of substance يا إما عدد الخلايا قل أو حجم الخلايا قل بالمحصلة حجم الأورغان أو حجم التشو صار أقل فإذا ضمور العضو يا إما بسبب نقصان في النمبر أو الصيز اتفقنا وزيها زيها أي نوع من الادابتيشن يا فيسيولوجيك يا باثولوجيك أعطيني أمثل يا دكتور على فيسيولوجيك أتروفي مثل واحد ممكن يصير عنده ضمور في جسمه أو لجزم معين من جسمه بشكل طبيعي أثناء النورمال ديفولوبمنت وإحنا في بطون أمهاتنا أثناء النمو أثناء التطور في بكون قناة قناة بين الثايرويد إغلاند ثايرو يعني ثايرويد اللي هي الغد الدرقية ولسانك أو أسفل لسانك آخر لسانك والغد الدرقية في بينهم قناة شو بسميها؟ بلسل يعني نسبة إلى اللسان بسميها ثايرو بلسل دكت القناة بين الثايرويد واللسان ثايرو ثايرويد وغلسل لسان بسميها ثايرو بلسل دكت هذا وإنت في بطن أمك بس بعد أن تنولد أو بعد الولادة بفترة رح خلص ما تظلها موجودة رح تختفي اتفقنا فإذن ضمور في هذه الخلايا عشان تختفي وهذا الشيء طبيعي أنا بديها يصير بديها هاي القناة تختفي أصلا إذا ظلت موجودة بيصير مرض فإذن الأتروفي في هاي الحالة ضمور هذه الخلايا واختفاء هذه القناة هو شيء طبيعي طيب هون لما حكينا إحنا أثناء الحمل طبيعي إنه الرحم يكبر طب بعد الولادة شو بدي الرحم يصير الأنثى هل من المعقول الرحم تبعه يظل كبير لا بده يرجع للوضع الطبيعي فإذن عودة الرحم الى الوضع الطبيعي بعد الولادة هذا إتروفي وفيسيولوجيك فيسيولوجيك إتروفي مثال عليه هو عودة الرحم الى حجمه الطبيعي بعد الولادة Involuting Gravid Uterus شو يعني Gravid Uterus يترس رحم عرفناه يا دكتور Gravid يعني حامل Involuting يعني عودته إلى حجمه الرحم لما كان في بيبي هذا أثناء الحامل طب طلعي البي خلص هذا الرحم يرجع إلى إيش وضعه الطبيعي إذن Involuting Gravid Uterus تفقنا طيب أعطيني مثال على Pathologic Atrophy طيب ليش بصير Pathologic Atrophy طبعا في أي مكان في الجسم أو في أي عضو في الجسم ممكن يصير Pathologic Atrophy بس شو أسبابها أول شيء Decreased Workload زي ما هون حكينا Increased Workload شو عملت Hyper Atrophy زيادة في الحجم طب هون لما يقل الworkload رح يقل الحجم وبالتالي يصير فيها Atrophy طيب أيضا Loss of Lenervation انقطاع لblood supply مثلا بطل يوصلها هاي الخلية دم أو صار فيه نقص تروية بنسميها بالعربي Inadequate Nutrition انحرمت من الأكل أو بطل يوصلها Endocrine Stimulation يعني بطل يوصلها هرمونات مثلا زي Loss of Estrogen الآن الخلية بدها أربع شغلات بدها أعصاب Innervation أعصاب بدها دم بدها أكل وبدها هرمونات ركزوا فيها مرة ثانية أعصاب ودم وأكل وهرمونات إذا حرمتها من الأعصاب أو من الدم أو من الأكل أو من الهرمون شو رح يصير Pathologic Atrophy وبرضه إذا صار فيه عندنا إش اسمه Decreased Workload يعني مثلا واحد صابته جلطة دماغية فالطريق عدله بهال ICU أسبوع وبعدين روى عدار ظلوا فث أسابيع ما يتحركش هون أعضاء جسمه ما تتحرك سقوه لا لا وما بيحرك كده ورجلين شو رح تلاقي رحصل عنده ضمور بالعضلات بسبب مرض فهاي Pathologic Atrophy ركزولي بهاي الأسماء هون بسبب نقصان الاستخدام فبسميها Disuse Use استخدام Disuse يعني عدم استخدام Disuse Atrophy هون Loss of Inervation يعني ما في نيرف ما في عصاب وبالتالي دي يعني إزالة Denervation Atrophy Denervation شلت النيرف شلت العصاب حرمتها من الأعصاب حرمتها من الدعم العصبي وبالتالي رح تصير فيه Atrophy أمثل زي ما احنا شايفين هنا هذا الدماغ الطبيعي وهذا دماغ لشخص صار معه Atrophy ضمور مثلا واحد عمره 85 سنة أكيد إذا انت صورتم مثلا صورة طبقية للدماغ رح تلاقي الدماغ عنده حجمه صار أقل صار في ضمور مثلا زي الناس اللي بيكون معهم Alzheimer disease اتفقنا طيب أيضا هاي زي ما احنا شايفين بسبب Decreased Work Load أو Disuse هاي الخلية حجمها الطبيعي كيف صار حجمهم الصغير فهذا Atrophy أو في المصل Fibers الآن نيجي للميكانيزم شوفوا إحنا هون لما حكينا في الهايبرتروفي كيف بتصير قلنا زيادة في إنتاج Structure البروتين والOrganiles بينما في Atrophy هو نقصان في البروتين Scientist أو يعني أو بما معنى أو زيادة في تكسير البروتين إذن يا إما تصنيعك للبروتين مش كافي وبالتالي حجم الخلية قاعد بصغر 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 ما هي مفيش عندها بروتين أو إنه البروتين موجود ولكن قاعد بتكسر جزء كبير من هاد البروتين فإذن يا في تكسير كثير وبالتالي عدد البروتينات صار أقل يا في نقصان في إنتاج البروتينات وبالتالي عدد البروتينات برضو صار أقل فإذن هاي الميكانيزم فيه إنا ميكانز مهمة جدا وركزوا لي عليها هاي اللي هو الdegradation اللي هو يعني زي ما قلنا يأما نقصان في الإنتاج أو زيادة في التكسير التكسير لسللة البروتين سببه إشي اسمه ubiquitin proteosome pathway ubiquitin proteosome system أو pathway هذا اللي بيصير يا جماعة الخير فيه إنا إشي اسمه enzyme ubiquitin ligase أي إشي آخريته A-S-E A-S-Ligase هو enzyme اسمه ubiquitin ligase هذا الإنزيم عندما يتنشط بروح بارتبط ببيبتايد تمام؟ التاج اسمه الببتايد ubiquitin تدسير البروتين يعني بيجيب شوية ubiquitin بربطهم مع البروتين الآن هذا البروتين زي كأنه صار عليه علامة الجسم بفهمها أنه لازم أكسر هذا البروتين أعيد بروتين ماشي بأمان الله الآن فيه إشي اسمه ubiquitin شو اسمه؟ ubiquitin هاي الحب الخضرة بيجي إنزيم بيقول الإبكوتين إركاض عشان ترتبط لي بالبروتين هايو صار فيه ارتباط لحباتها الإبكوتين الخضر مع البروتين الآن الجسم شو بفهم أنه هذا البروتين شو لازم أسوي فيه؟ أفرطه أكسره مين اللي بيكسر هذا البروتين في جسمك؟ إشي اسمه بروتيو سوم؟ بروتيو سوم هو شيء في جسمك مسؤول عن تكسير البروتينات بيعمل بروتيو لايسز تكسير لايسز يعني تكسير للبروتينات تفقنا ما احنا حكينا ليش بسرعة أتروفي؟ يا إما نقصان في الانتاج يا إما زيادة في التكسير طب كيف التكسير بيصلي لدكتور؟ عن طريق إشي اسمه أو بيكوتين بروتيو سوم سيستم أو بيكوتين بروتيو سوم باثوي شو اللي بيصلي لدكتور؟ بيكوتين بحطه على البروتين الجسم بفهم أنه هذا البروتين شو لازم أسوي فيه؟ أكسره فيه كمان ميكانزم وهي رح نحكي عنها إن شاء الله برضو لقدان هي اسمها أوتو فاجي فاجي يعني أكل أوتو يعني ذاتي يعني سلف إيتنك يعني الخلية بتوقل حالها تسمعوا أن آكلين البشر أو مثلا اثنين طلعوا يعني هي قصص افتراضية مرة تتصير أنه اثنين طلعوا بصحراء وبالآخر ضاعوا فبتلاقي واحد فيهم قد ما جاء أكل الثاني نفس الشيء بصير خلية معينة قد ما انحرمت وجاعت وبطل إشي يكفيها لا بوصلها لا دعم غذائي ولا دم ولا أعصاب ولا غيره حيث تلاقيها صارت توكل حالها من الداخل إذن الخلية المحرومة هذا معنى الأوتوفيجي الخلية المحرومة ستارفد سل أو الجيعان كثير بما معنى اللي داخلي في مجاعة بتوكل مكوناتها يعني بتصير مثلا تقول يعني أنا مش واصلني أكل شو بدأظمي أسوي بدأ حاول أتكيف شو بدأسوي بصير أوكل مثلا شوي من هالبروتينات العندي بأوكل هالمايتو كوندريا فإذن بتصير توكل الكمبوان تاعاتها وتستخدمهم كغذاء عشان تقدر تعيش طب المحصري شو اللي عملته بحالها زغرت حجمها شو معناته تروفي بس هاي سهلة طب نيجي نشرح الوبكوتين بروتيو سوم سيستم هذا النظام قائم على ثلاثة خطوات أساسية اكتيفيشن كونجوكيشن لايكيشن تمام اوبكوتينيشن أو هاي لما إحنا نضيف اوبكوتين للتاركيت بروتيين هذا بيتم عبر ثلاثة خطوات اكتيفيشن كونجوكيشن لايكيشن اتفقنا اكتيفيشن كونجوكيشن لايكيشن أول شيء في عنا ال-E1 انزاين ركزو في عنا هذا الوبكوتين هاي موجود بأمان رب العالمين رب العالمين خلق الناياه في جسمنا بيجي اشي اسمه ال-E1 شو بعمل بعمل اكتيفيشن بنشط هذا ال-E5 وقل له اسمع بديهاك تتنشط وتروح ترتبط لبروتين لانه في بروتين بدنا نكسره لما قل لك اكتيفيشن اذا بدك ATB ا اكتيفيشن صح؟ فاذا انت بدك ATB تستهلكه عشان تعمل اكتيفيشن لهذا ال-E5 بس هذا هو دور ال-E1 اذا ال-E1 شو بعمل؟ حرفيا بعمل اكتيفيشن ال-E5 اذا ال-E5 هو لو بنا نعرفه هو رابطة تنشأ بين ال-E5 مما ادى الى تنشيط ال-Ebiquitin الخطوة الثانية هذا ال-Ebiquitin اللي تم تنشيطه في الخطوة الاولى بنتقل الى ال-E2 ال-E2 طب شو بيسوي يا دكتور؟ بيعمل ال-Conjugation اذا من اللي بيعمل Activation E1 من اللي بيعمل ال-Conjugation اللي هو ال-E2 ال-Ebiquitin Conjugating Enzyme اسمه E2 الان في الخطوة الثالثة ال-Ebiquitin رح ينتقل من ال-E2 هو يروح على Targeted Protein من هو اللي بيعمل هذا الشيء؟ ال-E3 اللي هو اسمه ال-Ebiquitin Lie Gaze اللي أنا حكيت عنه هون إذن مرة ثاني عندي Ebiquitin بيجي ال-E1 بنشطه هيو النشط ال-Ebiquitin بيجي ال-E2 بيعمل معا Conjugation حرفيا انت بتيجي بتمسك هذا ال-Ebiquitin وهيك ماشي أيوان بيجي ال-E2 باخده منه ال-E2 بيوصله لعند ال-E3 ال-E3 شو بيصير صري صفتها انت صفيت يعني بيجيب حبة ال-Ebiquitin بربطها على ال-Target protein كمان مرة حبي ثاني كمان مرة حبي ثالثة كمان مرة حبي رابع وهكذا تمنوا يربط حبات ال-Ebiquitin مرارا وتكرارا هذول حبات ال-Ebiquitin هاي المرتبطات مع مين مع ال-Target protein شو يعني ال-Target protein ال-Ebriotin المستهدف اللي أنا بدأ كسره لواش بتكسل بروتين عشان يصير اتروفي بغض النظر في السيولوجيك او بثولوجيك تمام طيب فاذن هناك عدة دورات او عدة تكرارات من ال-Ebiquitin Activation Conjugation Ligation Activation Conjugation Ligation من اسمها Ligation E3 بلزق هيك تذكرها Ligase بلزق حبات ال-Ebiquitin فوق بعض على ال-Target protein Bully Ubiquitination يعني اكثر من ال-Ebiquitin انا ربطتها على ال-Target protein فاذن صار في عندي ايش اسمه Pully يعني عديد Pully Ubiquitinated protein ال-Pully Ubiquitination Involves اي ان هذه الخطوة تتضمن ال-Attachment of Multiple Ubiquitin Molecule to the Targeted protein هاي زي ما هنا شايفين عدة Ubiquitin على ال-Target البروتين اللي انا بدي اكسره الان بعد ما انا ضفت هذول ال-Ebiquitin شو بدي ازوي بلأتر في حقينا ال-Mechanism هايلي Ubiquitin ligase عملي اللي Attachment لل-Ebiquitin على السلل البروتين اللي انا بدي اكسره هذا ال-Target protein رح يصير له تكسير مين اللي بيكسره طيب خلص انا هسا بدي اكسر البروتين بدي افرط هذا البروتين حرفيا اللي بيسوي هذا الشيء اشي اسمه بروتيوسوم اذا بروتيوسوم ال-Degradation البully Ubiquitinated protein تم التعرفه عليه هذا البروتين ما هو Target خلص كيف الجسم عرف انه هذا البروتين لازم يتم تكسيره لانه في عليه بيكوتين مين اللي بيفهم هايلي الاشارة احسنته البروتيوسوم البروتيوسوم تيجي بتبلش تكسر هذا البروتين طيب البروتين لما اكسره شو بصير بصير بيبتايت واماينو اسد فاذا حرفيا انت كسرت البروتين وانتجت بيبتايت واماينو اسد طيب هل انت رح تكسر البروتين لا مهم جدا انا بكسر البروتين هذا البروتين رح اكسره افرطه لاماينو اسد بينما حبات الابيكوتين بدي اياهن عشان ارجع مستقبلا اكسر البروتين ثاني عشان هيك في خطوة اخيرة من سميها دي يعني شو يعني اوقف يعني ازيل يعني اشيل دي ابيكوتينيشن يعني خلص انا حبات الابيكوتين اللي ربطتهم على بعض بدي افرطهم خلص عشان اخلي كل حبي لحالها وارجع مرة ثانية لما بدي اخدهم على تاركيت بروتين وارد اكسره مرة ثانية اذا بعد ما اكسر البروتين اللي بدي اياه حبات الابيكوتين اللي انا جمعتهم اصلا هون كنت مجمعهم بدي افرطهم شو يعني افرطهم بالانجليزي ديس اسمبلد يعني بدي كل حبي اخليها لحالها باي دي يعني شو ازالة يعني افرط يعني اشيل يعني قصقص دي اوبكوتينياتينج انزيم اختصارها الدب اذا الدب هذا بفرط حبات الابيكوتين كل واحدة لحال عشان ارد استخدمهم والبروتوسوم بيكسر البروتين وبعطيني بيبتايد وامين الاسيد زي ما حكينا تمام اذا الدبز او اللي هم دي اوبكوتينياتينج انزيم ريسايكل بيعمل جو اعادة تدوير ريسايكل اعادة تدوير للابيكوتين موليكيول بحيث يعملون نيو راوند او مستقبلا يساهموا بالابيكوتينيشن مرة ثانية لما بدي اعمل اتروفي في اي مرة من المرة هذا هو الاتروفي اخر نوع من انواع الادابتيشن وهو الميتابليزيا اتذكروا دائما انه الادابتيشن بانواعه الافضعة هايبرتروفي اتروفي والهايبرتروفي هايبربليزيا واتروفي وميتابليزيا كلها ياتهم شوف ريفيرزابل فاذا الميتابليزيا ريفيرزابل لكن الفرق هناك انا كنت احكي عن زيادة في العدد او الحجم او نقصان ولكن هون بحكي عن انه نوع معين من الخلايا one differentiated cell type مثلا epithelial او mesenchymal يتغير الى نوع اخر من الخلايا اذا انا بغير نوع كامل من الخلايا بطلع نوع نسيج جديد تمام نوع نسيج جديد لنيو ابيثيليا مواصفاته شو هي اكتبوا عندها مهم النسيج الجديد بعد عملية الميتابليزيا بيكون افضل بالتعامل مع الظروف الراهنة او مع الظرف اللي نحطط في هذه الخلية او الاسترس اللي تعرضت اله هاي الخلية اعطيكم مثال الان ببساطة واحد بتلاقيه بدخن مدخن لفترة طويلة احنا بنعرف انه نوع النسيج من ايام general histology نوع النسيج اللي موجود عندنا في الـ الاسباراتوري تراكت هو سيلياتة كولومينار ابيثيليام لكن هذا البنيادم لانه بدخن كثير سموكر الخلايا ما رح اتضلها تقول لك طب انا سيلياتة كولومينار ابيثيليام ما بعرف اتعامل مع الدخان هذا اللي بيوصلني خليني خليني اتغير لنوع اس افضل او يعني كتير سهل عليه انه يتعامل مع الدخان فبتلاقي هذا السنيات كولومينار ابيثيليام هايو سيل تايب اتغير الى سيل تايب اخر وهو الستراتفايت سكويمس ابيثيليام يعني لو انت رحت اخدت خليني نقول خلايا او نسيج خليني نقول من الريسبارات ورتراكت عند حدا مدخن غالبا هتلاقي انت ستراتفايت سكويمس ابيثيليام ما رح تلاقي الوضع الطبيعي اللي المفروض يكون وهو السلياتة كولومينار ابيثيليام هذا هو الميتابليزية باختصار تمام طيب ليش الخطير وين هو يا جماعة الخير انه اذا انت هذول الفاكتورز اللي ظليتك او يعني بسبب حدوث الميتابليزية اذا ظلهم موجودين يعني الفاكتورز او الاسترس او التغيرات اللي خلت الميتابليزية تصير اذا ظلت مستمرة البرزيستنس والفاكتورز قوزين الميتابليزية اذا ظلت مستمرة هون الخطر بصير ممكن يؤدي الى تحول السرطاني اذا اعطيني شغلتين ممكن يصير وسرطان واحد احسنت الباثولوجيك هايبربلازيا اثنين احسنت الباثولوجيك ميتابليزيا تمام يا جماعة الخير طيب اشهر مثال على الميتابليزيا الموست كومون بيثيل الميتابليزيا اللي هو انه يتغير الكولومينار شو يصير سكويمس هذا في الرسباراتورتراكت اذا كان حدا مدخن طب شو الميكانزم يا دكتور جانالتنا انت بالميكانزم ببساطة بصير فيه اعادة برمجة للخلايا الجذعية للستمسل ريبروغرامين بقولها بدل ما انت تروحي وتعمليلي كولومينار اعمليلي شو سكويمس بس اذا ريبروغرامين تدفرانشيات الى ميو باثوي طب مين اللي بعطي الاشارة للستمسل انها تفهم هيك السايتوكاين لغروث فاكتور الاكسترسولار ماتريكس الى اخره هذا كل اياتو بعمل اكسبريشن اوف الجينز تورد نيو ديفرانشياشن شو يعني اكسبريشن اوف الجين الان انت لما بدك تتعبر عن الجينات اكسبريشن تعبير كيف بك تتعبر عن الجينات اه بدك تتحول الديان اي ل ام اراني والام اراني تروح الريبوسومز وصير فيه انتاج الى البروتينات الى انسجة صح او لا فانت بدل ما من بدايتها من عند الديان اي بتفهم الاستمسل هاي بوصلها اشارات سايتو كاين جروث فاكتور الى اخره بتفهمها انه هذا النسيج احنا ما بدنا اياه وانما بدنا نوع نسيج اخر بديش كله منر بديه سكوعمص لانه هذا البنيادة مدخن ومستمر على التدخين ومش راضي يوقف مثلا هيك هاي الاشارة اذا منعبر عن الجينات ومنطلع نيو ديفرانشياشن نيو سيل تايب هذا النيو سيل تايب او النيو بتليهم شماله افضل بالتعامل مع الاسترس اللي موجود تمام طيب مثال اخر يا دكتور وهو المريء عند الناس اللي بصير عندهم ارتجاع مريئي بتلاقي واحد دايما معاه حرقة بيقول لك دكتور انا معاي حرقة شكلي معاي ارتجاع مريئ ارتجاع مريئي هذا بتلاقيه مثلا بنيادة من لايف ستايل تبعه تدخين بوكل كمية كبيرة للأكل خصوصا اكل الليل بتلاقي طول الليل معاه حرقة ليش؟ لانه صار عنده ارتجاع مريئي الاحماض طاعية المعدة قاعدة بترتجع من المعدة الى المريئ الى اسفل المريئ الان هاي الخلايا اللي قاعدة بتتعرض لأحماض المعدة شو نوعها بالاصل؟ هي نوعها سكويمس نوعها شو؟ سكويمس ولكن قولك احنا السكويمس قاعدين منذوب مش قادرين نتعامل مع كمية الأحماض هاي اللي بتوصلنا فخلينا نتغير بدل ما احنا سكويمس نصير كولومينار هذا مرض شو بسميه باريت ايزوفيجس اذن مرض البريت ايزوفيجس هو نتيجة عن الارتجاع المريئي وبالتالي او اللي بصير فيه هو تغير في نوع الخلايا او نوع النسيج بدل ما هو سكويمس ابيثيليم شو بصير كولومينار ابيثيليم عشان يقدر يتعامل مع كمية هاي الأحماض شو هذا المرض بسميه باريت ايزوفيجس وفي كل تنحالتين هذا بسميه باثولوجيك ميتابليجيا شو الخطورة انه هذا البريت ايزوفيجس ممكن يعمل سرطان بالمريء طيب وكذلك في الرئة هذا الشيء ممكن يتحول الى سرطان في الرئة تمام فعشان هيك الميتابليجيا بتذكروا ليها ام بتخوفك لانها ممكن تتحول الى M ماليجنانسي سرطان شو اللي كمان ممكن يصير عنه او ينتج عنه ماليجنانسي وهو الباثولوجيك هايبربليجيا تمام طيب يا دكتور عمر انتي ماجدت اللي صيرت الفيسيولوجيك الميتابليجيا هذا مثال اضافي من عندي اللي هو السيكويمس ميتابليجيا هاي بتصير في عنق الرحم اليوتيراين سيرفيكس اثناء المنسترول سايكت تمام يعني هي فقط تغيرات بتصير اثناء المنسترول سايكل اثناء الدورة الشهرية اليوتيراين سيرفيكس عنق الرحم بيغير نوع النسيج فيه كجزء من الفيسيولوجيك ميتابليجيا هذا الشيء ما امر معاك وما انذكر ففيش داعي مفتحفظوه بتقدر تشطوه بس انا ما حبيتش اخلي الجدول فاضي طب شو هذا الجدول هو دكتور هو ملخص للمخاضرة تعريف كل نوع من انواع الادابتيشن الميكانيزم تبعه انا بس نزقتهم من المحاضرة بحطيتهم الفيسيولوجيك اكزامبل والباثولوجيك اكزامبل يعني الهايبرتروف كانت هي زيادة في الصيز بسبب شو زيادة في الفنكشنال ديماند او الهرمونز والميكانيزم تبعها زيادة في استركتر البروتين او انتاج استركتر البروتين والأورغانالز مثال الفيسيولوجيك البادي بيلدر واليترس في حالات او في اثناء الحمل بكبر الرحم بالباثولوجيك اكزامبل الهايبرتروفي في مرضى الهايبرتنشن مرضى ارتفاع دم بصير في عندهم هايبرتروفي في الليفت فنتريك الهايبربليزيا زيادة في العداد زي ما حكينا مما يؤدي الى زيادة في هجم العضو او النسيج ولكن هو في الاصل زيادة في عدد الخلايا طبعا اللي هو اما اللي هو الفيميالي بريست اثناء البابيرتي واللاكتيشن او كومبنساتوري اذا احنا استأصلنا جزء من الليفر باثولوجيك هايبربليزيا هذا ممكن يتحول الى سرطان زي ما حكينا مثال عليه اللي هو البابيلوما فيروس عند الناس اللي محهم ثواليل او الرحم او حتى البروستيت اذا اتعرضوا الى هرمونات بشكل كبير هذا عند الذكور البروستيت الاندومتريام الرحم عند النساء الاتروفي هو نقصان في الصيز تبع الورغن بسبب نقصان في الصبستانس اما نقصان في العدد او نقصان في حجم الخلايا مما ادى الى نقصان في حجم العضو طبعا سببه او ممكن يصير اوتوفاجه هو سبب اتروفي مثال على اثناء كما يحدث لاختفاء الثارج في الظروف الطبيعية وهو ايضا مثال اخر عودة الرحم الى حجم الطبيع بعد الولادة هذول كلاياتهم حقينا ممكن يؤدوا الى الباثولوجيك التروفي الميتابليز هو تغير نوع خلية الى نوع اخر لاحظوا انه انا حكيت ريبيرز يعني انت اذا بطلت الدخن سيرجع نوع النسيج الى كله من اذا هذا البنياد عالجنا له الارتجاع المريء سيرجع نوع النسيج الى الطبيع وهو السكويمس عادة برمجه للستم سلز عبر اشارات من السايتو وكانه growth factor والإسترسيل الماتريكس وإلى آخره حكينا الفيسيولوجيك متابليزي بتكيشيها خليك على الباثولوجيك اللي هو يتغير السليات الى عند المدخن هذا في الاسبراتورتاك او البرات ايزوفيغاس اسفر المريء لما يكون في ارتجاع مريء بتغير السكويمس وبصير الكلومينار ابي ثيليام هيك خلصنا المحاضرة الاولى بشكل كامل ركزوا فيها امورها طيبة يعطيكم العائق جميعا ونلتك في المحاضرات القادمة وإلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة